إلى المربع الأول ترتيبات جديدة سيضطر حازم لاعتمادها بعد تقليل الحكومة الأردنية ساعات التجول وتخفيض ساعات العمل للقطاعات التجارية بسبب تفشي كورونا من جديد أنا باب رزق فاتح ممكن بأي وقت بأي ساعة بأي دقيقة يفوت عليه لزبون حتى يأخذ مني أي شيء أو يشتري مني أي شيء راح يأثر عليه طبعا الساعة بتفرق معنا من الساعة بتفرق معنا خصوصا إنه إحنا هيك راح نصير مضطرين نروح قبل بفترة كمان حتى نقضح واجب يوتها من المحلات الثانية عادت مخاوف الأردنيين من عودة فرض الحضر مع تجدد الإعلان عن تزايد عدد الإصابات بالفيروس أتمنى أنه ما نرجع للحضر يعني نعيش نتعايش معها زي باقيها الدول كلها الوضع الاقتصاد كتير صعب صعب والواحد يعني شفت أنت شو صار بالأزمة اللي مضط إنه الواحد صار يدائن عشان يقدر يصرف على بيته عواقب الحضر الاقتصادية في حال تم فرضه ستكون قاسية على البلاد التي تعاني أصلا من أزمة اقتصادية قبل كورونا سيساهم إلى مزيد من البطالة سيدفع إلى تقريص الناس لاستهلاكهم لكثير من المواد التي ستؤثر بالمحصلة النهائية على ناتج المحل الإجمالي الإجراءات الجديدة تتلخص في تقليل عدد الساعات المسموح فيها بحركة المواطنين ونشاط المنشآت ليلاً وإغلاق مؤقت للمدارس والمرافق التعليمية والمساجد والكنائس والأسواق الشعبية على مستوى المحافظة التي قد تشهد انتشاراً للوباء بعد الانتعاشة التي عاشها الأردنيون إثر رفع الحظر عادت الحالة الوبائية للمملكة عودة تثير مخاوف القطاعين التجاري والصناعي الذين لغاية هذه اللحظة يدفعان ثمن حظر التجول الشامل السابق ويحاولان تعويض الخسائر ليتجمور العربي عمان إلى أخبار كورونا الآن حيث أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إصابة خمسة معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بفيروس كورونا مسؤول والأعلام في الهيئة قال إن الإصابات سجلت في سجن عوفر قرب ربالة مضيفاً أن عشرات المعتقلين أجروا الفحوصات وينتظرون النتائج